موسيقى السلام عليكم جميعا أنا زميلكم متيم أبو قديري من منصة قمة الطبية إن شاء الله اليوم رح نشرح لكم ثاني محاضرة من محاضرات الباثولوجي هاي المحاضرة هتحكي عن إحنا حكينا عن والمرة هاي إن شاء الله رح نحكي عن بشكل عام يا جماعة دايما كأي نظام هذا الكرونيك بالعادي أو بده يأخذ شهور إلى سنين حتى تبلش المشكلة تعطينا وغير عن هيك على الجلد يا جماعة وأي كرونيك انفلاميشن بالدنيا دايما بتميز أنه بعمل فايبروسس أوكي وهذا الفايبروسس بتكون من الفايبرين أوكي وبتكون من كولاجين وإلى آخرية على الجلد يا جماعة لما يصير دايما في عنا فايبروسس أو كرونيك انفلاميشن هذا المرض بكم بتميز بأنه بعمل سكيل فورميشن سكيل يعني بعمل قشرة زي القشرة اللي أنتو شايفينه هان فبعمل ديسكوميشن بتلاقي جلد المريض بيقشر أوكي فهذا واحد من المنفيستيشن ستاعت الكرونيك انفلاميشن فالكرونيك انفلاميشن بالجلد بعمل سكيل وهذا السكيل هو قشرة فبالتالي جلد المريض إيش بكون بيقشر واحد من أهم المشاكل هو السورايسس تمام السورايسس اجماعة هو الصدفية وهي الصدفية واحد من كرونيك انفلامياتري ديرماتوسس بتأثر الناس بشكل عام من واحد الى اثنين بالمية وجدوا انه الناس اللي عندهم سورايسس بيزداد عندهم الرزق انه يصير في عندهم هارت أتاك وصير عندهم ستروك يعني ينجلطوا وبقولوا انه السبب ممكن يكون ديوتو كرونيك انفلامياتري ستايت لانه في عنا انفلاميش السورايسس تقريبا عشرة بالمية من البيشنطس الناس اللي بنصابوا بالسورايسس بكون معهم اشي اسمه السوراياتيك أرثرايتس يعني عندهم التهاب بالمفاصل هذا احنا بنشوفه مع ايش مع السورايسس اسمه السوراياتيك أرثرايتس هيك الصدفية بكون شكلها طلع كيف بيضة والبيضة هذي دائما بتعطي سكيل بتعطي قشرة فها يميزه وتوحي انه المشكلة كرونيك انفلامياتري ديرماتوز كباثوجينيسس كيف بصير المرض هو تيسل ميدياتي التيسل بكون فيها مشكلة وبتبلش تعطيني مرض السورايسس هو جينتك اند انفارمنتل فاكتورز اللي بتعمله يعني بشكل عام مش جينتك لحاله ولا انفارمنت نتيجة لمادي معينة لا اثنتين مانظر شو اللي بصير انه خلايا تيسل بفوتا على طبقة الديرمس اللي هن الخلايا بكونن CD4 تي هيلبر 17 اهم واحدة هاي لازم تكون حافظها تي هيلبر 1 and CD8 تيسل بتجمع عن برضو بالديرمس والإبيديرمس هاي الخلايا بتعطيني cytokines تعطيني growth factors كل اللي growth factors والcytokines بتعمل هي اول شي inflammation عن طريق cytokines بصير الموضوع بدل ما هو acute inflammation بقلي بكرونيك فالكرونيك زي ما قلنا بعمل fibrosis وبطلع عن growth factors الgrowth factors بعمل keratinocyte hyper proliferation خلايا الكيراتينocyte بايش ببلش ان يزدادا بالعدد ويزدادا بالحجم وإلى آخره أوكي هذا هو المرض وهذا هو البصير فشو بصير على المرض من ناحية شكله من بره الناس اللي عندهم صدفيه معروف انه عندهم salmon colored bleak هاي البليك أوكي لونها أبيض ولونها أحمر زي سمك السلمون وبكون عليها ايش بكون عليها silver white scale قشر بيضة لونها silver تمام يا جماعة هذا هو المرض الهيستو باثولوجي شو بتشوف عندهم بتشوف عندهم اكانثوسز اكانثوسز يعني طبقة الابديرمس ايش صار فيها thickening في طبقة الابديرمس زي ما انتوا شايفين هان وبصير في عندهم elongation of retires retires الموجودة عندها في طبقة الديرمس هاي أوكي جماعة وبصير عندهم increased ابديرمال cell turn over and lack of maturation result in loss of stratum granulosa في عندهم طبقة stratum granulosa بلش يخسروها ليش يا جماعة لانه الخلايا بتموت واحنا مش قاعدين بنعوض الخلايا قاعدة بتموت واحنا مش قاعدين بنعوض فبصير عندنا هذا الشكل اللي انتوا شايفين أوكي وبتميزوا كمان انه عندهم ايش extensive parakiratosis parakiratosis يعني انه نيوكلياس ما اخسرها احنا بالnormal skin المفروض نيوكلياس كل ما اطلع لفوق اخسرها وصير الكيراتين اخر مرحلة فوق بدون nucleated cell ها لو تيجي تكبر الصورة هاي في نقاط زرق شايفين هاي نيوكلياس فهاي معناها كيراتينوسايت مش قاعدة بتفقد نيوكلياس تبعتها فشو بسموها parakiratotic scale أو parakiratosis وهذا اللي بعطينا القشرة تمام يا جماعة فهذا هو الاشي المهم فيها ممكن تأثر على اي مكان اكثر اشي على الالبو أوكي ممكن تأثر على النيم ممكن تأثر على السكالب ممكن تأثر على اي مكان موجود بالجسم والنيلز change غير عن السورياتيك ارثرايس قلنا السورياتيك ارثرايس في 10% من الناس بصير عندهم ايش التهاب المفاصل في 30% من الناس بكون في involvement للنيل أوكي للأطفر وهذا هو الشكل اللي بيصير في النيل change أوكي جماعة وهاي هي الليجن على الجلد هذا هو السورياتيك اذا التريتمنت بتحاول تعمل prevention للريليز للإنفلاماتري ميدياتر ممكن انك تحط عليها topical ointment اللي بتحتوي steroid أو immune ميدياتر ممكن في ناس انك انت تعالجهم بفوتو ثرابي اوكي تحطهم حرفيا تحت الضو معين وهذا الضو بعالجهم فوتو ثرابي اسمها اوكي ممكن انك تعطيهم systemic therapy بتعطيهم immune suppressive agent مثل هو تعطيهم systemic corticosteroid اذن ما بنعطيهم systemic corticosteroid جماعة السورياتيس اوكي بادير بالك بتعطيهم انت ميثوتريكسيت اللي هم immune suppressive agent أو tumor necrosis factor اذا كان واحد من الخيارات systemic corticosteroid ممنوع خلصنا اول مرض اللي هو السورياتيس والمشهور وكثير بنشوفه في حياتنا وفي مجتمعنا بعدين نجعل مرض الثاني اسمه laikinipelanos laikinipelanos اللي هو النومونيك انه هو عبارة عن 5Ps شو الفايف بيز تاعت مرض laikinipelanos proretic يعني انها ايش بتحكه تمام بيربل لونها بيربل اوكي بوليجونل بشكل عام ممكن كمان انها تكون متعددة بابيول اوكي مش ماكيول مش اشي لما تحط ايدك عليه ما بتحسه مرتفع لا لما تحط ايدك عليه بيكون مرتفع فهو بابيول وممكن شو يكون بليك يا دائرة هيك صغيرة يا بليك يعني طويلة بس ايش بكلها تميزتها انها مرتفع عن سطح الجلد تمام هاي هي ميزتها برضو هو CD8 T-cell Mediated Cyto-Toxic CD او T-cells بس ايش بكون CD8 هاي T-cells بصير تتجمع تتجمع على dermo-epidermal junction هو عاد تنساها dermo-epidermal junction هنشوف الهيستو باثولوج بشكل عام جروس لي شو بتبين يعني بشكل عام اما بابيول هيك حبة صغيرة وبصير بعدين بليك هاي ميزتها شو بتميز انه فيها الخط هذا الابيض زي الشبكة اسمها Wickham Strayal هاي 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 هيك هاي هي ايش اسمها يا جماعة الwickham Strayal انتو شايفين تمام هذا اسمه الwickham Strayal هاي هاي الشبكة هاي البيضة لجوها وممكن يصير فيها hyperpigmentation وتصير لونها سودة تمام يا جماعة فهاي ميزة ايش ميزة اللي احنا بنشوف لكني بلالوس لو بيوم الايام بديو يذكر لك ايش بالهيستولوجي رح نقول له عبارة عن دينس continuous infiltrate of lymphocytes اللي هي CD8 T-cells على الدير وابي دير جونكشن طلع طبقة الابي ديرمس وطلع طبقة الديرمس اللي تحت ما بينهما شوفي dense lymphocytic infiltration خلايا جهاز المناعة هاي هاي المنقطة خلايا جهاز البناعة lymphocytes عام لانفلتريشن عندها اوكي لكني بلانوس is prototypical interface dermatitis نتيجة اللي ايش للinflammation والدمج اللي بيصير عندنا على الابيثيليم والpapillary ديرمس وكل بساطة زي ما قلنا الانفلتريشن وين بيكون لا تنساها هاي جدا مهمة والسبate bodies which are enucleate necrotic basal cells are seen in inflamed papillary ديرمس يعني ممكن تشوف خلايا enucleated موجودة عندنا بالbasal layer هنا في آخر layer الموجودة عندنا في طبقة epidermis وممكن تشوفها بالinflamed papillary ديرمس يعني ممكن تجيكو خيار بس انك تشوف هاي البodys اوكي تجيكو خيار بالmcq بس اهم اشي histopathology هذا اللي احنا بنميزه هذا اهم اشي اللي هو بالاحمر lichen simplex chronicus شو lichen simplex chronicus يكون في عندهم roughening of the skin جلد بصير غاسي حرفيا زي المحرشف نتيجة بيكون في عندهم التروما او من سبب الحك المضال المريض يحك فيه لما يصير عنده lichen simplex chronicus بكون في عنده مريض تروما ضربة ادت الى epithelia hyperblasia and dermal scarring منطقة الديرمس بصير فيها scarring وال epithelia شو بصير فيه منطقة epithelia وصير فيها hyperblasia والديرمس بصير فيها scarring lichen simplex chronicus is characterized by acanthosis اللي هو epidermal thickening hyperkeratosis طبقة الكراتين زي ما انتوا شايفين هايها عريضة and hypergranulosis منطقة الجرانيولوزة شو بتصير برضو كمان عريضة تمام يا جماعة hypergranulosis layer هناك hypogranulosis بمين بالsoriasis ذكرون لما شو قلنا لكم هنا كنا طبقة الجرانيولوزة بنخسرها ستراتم الجرانيولوزة بنخسرها هاي نقطة مهمة انه hypogranulosis بالsoriasis بالlichen simplex chronicus بكون hypergranulosis المرض فيه ايك بنكون احنا خلصنا chronic inflammatory disorders واللي كلها بتميز بالscale formation نيجي على plisters disorders الامراض اللي بتعمل عندنا كيس أو حبة ملياني بسوائل تمام هذا الكل هاي الامراض اما بتعمل physical حبة صغيرة واما حبة كبيرة pull okay blister secondary ممكن تيجي لأي مشكلة ثانية اي pull disorder ممكن يجي لأي مشكلة ثانية مثل herpes simplex herpes simplex بعمل physical حبات صغيرة حبة البرد اللي بتطلع بالشرف spongiotic dermatitis ممكن يعمل بس هاي المشاكل اللي بتعمل عنا بلستر ولكن في مشاكل عنا هاي اللي تتقع تحت خيار pullus disorders اللي هي immune mediated بتكون البنفيقاس vulgaris والفليشاس والبولس بنفيقويد اوكي جماعة بفرق كل واحد فيهن وهذا سؤال بالتأكيد سؤال امتحان على وين هو أثر على الجلد وين المكان اللي أثر فيه على الجلد اوكي إذا أثر هو على ما بين الخلايا الإبيديرميس تحت الكورنيم تحت ستراتم كورنيم يعني تحت طبقة الكاراتين بسموه سب كورنيل وإذا أثر بين الإبيديرميس ولكن قريب من طبقة البيزال لاير بس فوقيها بسموها سوبرا بيزال وإذا أثر على كل على الحد الفاصل ما بين الإبيديرميس والديرميس شو بسموها سب إبيديرميل كل واحد بيعطيني شكل معين لازم نكون عارفين البنفيقاس هو أوتو إميون ديسوردر يكون في عنا أوتو أنتي بادي اللي هو إميونو جلوبيل إن جي بصير يتجمع انترسيللر التاجمين بين الخلايا يعني يا هيك بين الخلايا الإبيديرميس يا هان يا هان أوكي يا إيه يا بي بتجمع بين الخلايا الإبيديرميس إله نوعين بنفيقاس فولغارس وهو المشهور ومعنى فولغارس باللاتيني معناها المشهور وفليش يصل اللي هو النوع الثاني ممكن هذا البنفيقاس يكون associated مع ماليقنانسي يعني المريض يكون في عنده ماليقنانسي ونتيجة السرطان يصير صار عنده بنفيقاس فممكن إنك تنتبه لما المريض يكون عنده بنفيقاس إنك ممكن تشكي أن يكون عنده كانسر بنفيقاس فولغارس أوتو أنتيبادي الأنتيبادي تايتو هايبر سنستيبادي رياكشن لأنه الأنتيبادي هي اللي بتروح يتهاجم الجلد ديزموغلايين 3 وديزموغلايين 1 على وين على الديزموزوم تذكروا بالهستولوجي أو بالسل بيولوجي قولنا الخلايا ما بعض البعض طبقة الإبيديرمس بشكل عام هنا شو في عندنا ديزموزوم وبين طبقة الإبيديرمس والديرمس اللي تحتها شو في عندنا إشي اسمه هيمي ديزموزوم الديزموزوم لما نهاجم عليه بأوتو أنتيبادي شو بيعطيني بعطيني البنفغاس بولغارس أوكي جماعة بتأثر انت على الديزموزوم وبتفعل عندنا البروتيازيز فبصير عندنا التكسير على مستوى الإبيديرمس فبعمل عندي واحد أو اثنين اللي هي A أو B بين طبقات الإبيديرمس تمام بتعمل لهم Direct Immune Fluorescence Study يعني بتصورهم تحت الفلوريسنس مايكروسكوبي لأنه الأنتيبادي بتتجمع بين الخلايا زي هيك أوكي زي هانا أو هانا هيك تخيلها هيك الأنتيبادي بصير تتجمع بين الخلايا هاي لما تتجمع بين الخلايا هاي وتجي انت تصورها تمام هانا الأنتيبادي بتتجمع بتحط انت الفلوريسنس تاعتك وتجي زي لتتصورها لما تيجي تصورها بتلقى Reticular Shape أوكي Net Like Fish Net Like زي شبكة الصيد هايها شكلها لأنه الأنتيبادي زي ما تجمعت في طبقة الإبيديرموس هذا اللي انت بتشوفه هذا هو الفيش نت هذا بنشوف بالبنفيقاس بولغاريس أوكي وبالبنفيقاس بولغاريس هيك بكون بالبنفيقاس فليشيس بكون Immunoglobulin G Deposit أو وين بتكون على السوبرفيشي اللي يار Net Like نفس الاشي شبكة بس مش مثل هاي قشرة على سبيل المثال من تحت لا بتكون قشرة من ايش من فوق هي تتجمع هان بس بتكشر Subcornial في الطبقة العلوية تمام زي هانا يا جماعنا هي وين متجمعات متجمعات في أعلى طبقة فوق هانا وين متجمعات الـ Auto Antibodies بالطبقات كلها ومزعات لياه من تحت أوكي Supra Basal هانا لأ Sub إيش Corneal يعني إيش تحت طبقة الكورنيوم هانا المزعكة شو بتميزا إنك ممكن تشوف زي ما قلنا Acantholysis Acantholysis إيش معناها إنك إنت عكس Acantholysis Acantholysis الإيبديرموس بتخن الأcantholysis الإيبديرموس بصغر بالبنفيقاس بولغاريس الأcantholysis إيش بكون Above the Basal Layer Supra Basal والبنفيقاس فوليشيوس الأcantholysis وين بكون تكسير الخلايا بكون عنا تحت السوبرفيشل تو ستراتم جرانيولوزم أو تحت طبقة الستراتم كورنيوم أوكي جماعة زي ما شفنا بالصورة هاي أوكي هذا فوليشيوس lymphocytic infiltration وماكروفاج infiltration أوكي سأميشي هذول اللي أنت بتشوفين هاي كلمة Acantholysis وكيف شكله تحت الفلوريسنس مايكروسكوب أوكي لأنه الليجين يا جماعة بتكون زي هيك طبقة الإيبديرموس بتكون ممزوعة يا هاي يا هاي هاي الليجين لأنها بس بتحتوي على طبقة الإيبديرموس سهل إنها إيش مش كامل طبقة الإيبديرموس تحتوي على جزء من طبقة الإيبديرموس هاي الليجين يا جماعة بتكون ضعيفة weak تمام يعني flacid poly شعني flacid poly يعني poly ضعيفة هذي الضعيفة سهل إنها إيش تكون تعمل رابتشر سهل إنها تلمز فلما تعمل رابتشر السطح تحتها اللي تحتها شو بيكون لونه أحمر زي ما انتوا شايفين بالعادة احنا شو بنشوفها زي الفقاعة المسطوحة هذا البنفيقاس بولغاريس انت هيك بتشوف البنفيقاس بولغاريس طلع وين طبقة البيزل لساتها رابطة شايف الطبقة البنفسجية هاي لساتها رابطة مع الطبقة الديرمس اللي تحتها نفس الإشي هاي هالطبقة البنفسجية رابطة اوكي جماعة هي مهم لما نيجي نطلع نشوف البنفسجية رابطة ولا مش رابطة إذا رابطة لساتها اللاير التحتانية معناها هذا السوبرا بيزل فهذا إيش اسمه بنفيقاس فولقارس هنميزه عن المرض اللي بعده فشو بكون سوبرا بيزل أكانثولايسس فدائما بتجي لي هاي بولي هاي كلاتها كانت حبة بس انسطحات سهلنا تنصفح وبرضو بيأثر على الأورال كافيتي يا جماعة ونفس الإشي بتتكون عنده محبة وتنصفح لحالها تمام مع الحركة بتنصفح لحالها الفليشيس طيب هو نوع يعني زي البنفيقاس بس أحسن منه بس بيجي بالعادي على الجلد وما بيأثر على الأورال كافيتي بالعادي قليل بني أثر بيجيني زي احمرار وبيجيني زي الفقاعة اللي بتنصطح وبيجي فوقيها كرست بيجي فوقيها الصفار هذة انتو بتشوفوا تمام لما السيكريشنز تاعتها تطلع بتعطيني اللون الأصفر تاعتها فهذا الفليشيس والفليشيس سنننسى انه شو كانت يلسه أسهل وحدة انها تنصطح لانه هي ايش كانت سب كورنيل تحت طبقة الكورنيل تمام تحت طبقة استراتام كورنيل هاي البنفيقاس فليشيس نفس الاشي وكاركترستيك سب كورنيل يعني لساته الوال تاعها كثير صغير فبالتأكيد هتكون مصطوحة تمام يعني اذا البنفيقاس بولقارس ممكن تلقى وحدة لساتها ماسكة حالة ما سطحت البنفيقاس فليشيس بالعادي ايش بكون بكون بالعادي مصطوحة تمام بعدها منيجع المرض الثاني خلصنا هذاك المرض اللي هو البولوس بنفيقويد أويد بالطب معناها شبيه فهذا المرض اللي بيشبه البنفيقاس بولقارس هيك لما سموه لنه اكتشفوه بعد هذاك المرض الـ Auto Antibody Immunoglobulin G وان بتتجمع بتتجمع بين طبقة الإيبيديرمس والديرمس يعني بالباسمنت ميمبرين يعني بتتجمع هان زي ما شفنا بالصورة هاي بين طبقة الإيبيديرمس والديرمس في البيزمنت ميمبرين هان بتتجمع لما تيجي تتجمع هاي الـ Auto Antibody هنا شو بتيجي بتعمل بتعمل detachment بتمزعه الجزء العلوي بطلع صح فبتنمزع طبقة الإيبيديرمس عن الديرمس أوكي يا جماعة فشو الحب لما تكون كل طبقة الإيبيديرمس معها كامل شو البولي شو بتكون تنس بتكون شديدة مش سهل إنها تنس سطح معاك أوكي هذه كعخلافة هذه كشفت وكانت ماخذ نص الإيبيديرمس أو يأدوب شوي من الإيبيديرمس فكانت سهل إنه مزعن بس هانا لا ما أخذ كل طبقة الإيبيديرمس فهي عبارة عن حرفيا كيس وعليه جلد من برا وبالتالي مش بسهولة رح ينصطح معاك فبتكون تنس بولي فيها هيك البولي اللي هو زي كيس وإيش موجود موجود بالفلود اللي جواه مش سهل إنه ينمزعن برضو بتشوف بتشوف تجمع للخلايا زي ما أنت شايف تجمع الخلايا موجود تحت بتشوف سوبرفيشي الإديما وبازل فاكولايزيشن اللي هو هذا البياض اللي أنت شايفه في البيزل اللايير والكل هاي القصص اللي هان بس يجمعها بكل بساطة أهم إشي فيهن إنه إنت أهم إشي إنك إنت بتعمل تنس بولي لأنه إيش سلافنك صار ما بين الإيبيديرمس والديرمس وبالتالي مش بسهولة إنها بتقدر تمزع هاي نقطة مهمة جداً وهذا سؤال بالامتحان بيجيكو ديروا بالكو عليها هذه البولاس بنفيجويد بتكون تنس مليانة بالسوائل وشو بكون في عنا إنفلتريت صب إيبيديرمال هاي بس إيش طلع كيف اللون البنفسجي هذا الخط البنفسجي الرفيع مع اللي فوق مش مع اللي تحت إذا ظل مع اللي تحت قلنا هذا بصير اسمه بنفيجاس بولجارس زي ما شفته هان شايفين هنا هاي هار الخط البنفسجي هان فهاي نقطة بتميز لك ضروري تكون عارفين فالبنفيجاس بولجارس الخط كان هان لكن البولاس بنفيجويد الخط كان مرتفع هذا البنفسجي اللي هو البيزال لير هاي اللي هو هذا أوكي كان وين مع اللي فوق هاي مع اللي فوق كامل فشو صار اسمه صار اسمه بولاس بنفيجويد فضروري جدا إنكوا تكونوا ميزين وتكونوا عارفينهم عن بعض وأنه هذا سؤال الامتحان فالسؤال سهل يجيك عن السورايسز أو اللايكني بلانوس وبالآن أبرجح السورايسز بصراحة هو اللي يجي عليها سؤال بالامتحان وبرجح برضو كمان يجي سؤال على جزئية البنفيقاس فولغارس والبولوس بنفيقويد هذا بالتأكيد عليه سؤال تمام إنك إنت كيف تقارن بيناتهم إنه هنا وين الأوتوانتيبادي بتتجمع وينها ولننسى طبعا بالبنفيقويد لما نعمل فلوريسنس بكون إيش لينيار خطي خطي هيك شكله خط واحد هيك جاي مش زي هذاك ريتيكولار كانت زي شبكة هنا لا لأنه الأوتوانتيبادي هناك وين تتجمع بالبنفيقاس بولغارس كانت تتجمع هنا فتعطيني الشكل الريتيكولار اللي هو زي الشبكة لكن هنا وين تتجمع ما بين الإبيديرمس والديرمس فشو بتعطيني بتعطيني الشكل الخطي اللي احنا شايفين طيب بتكون انتهت هاي المحاضرة اتمنى انكوا تكونوا فيمتوها الله يعطيكوا الفعافي اشتركوا في القناة